السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا حصة سنقوم بعمل الترس للنبغ غولاتيف الترس الثاني إعدادي مادة الرياضيات أول شيء سنقوم بعمل الترس النبغ غولاتيف بمعنى أعداد نسبية بمعنى أعداد نسبية بمعنى أحد الأعداد سيكون موجب أو سالب بوزيتيف أو نيغاتيف ونقوم بعمل الترس في مقابل الآخر ثم جميع الأعداد سيكون لدينا منصفر جميع الأعداد يكونون فوق صفر يتمون للنبغ غولة ومعنى أعداد يتمون للنبغ نيغاتيف جميع الأعداد يكونون منصفر يتمون للنبغ غولة في الابتدائي الحظazz ونحن نعمل بالأعداد لتصابي�니다 كنا نعمل على عداد هذا وجود الأعدادات ليس لما هو مواقع صغيرة بدلاً وهناك أم السدقاء stuck in 심火 لذاً نعمل ما هو مواقع yang R —1 22 23 30 21 29 1 30 30 اربعة خمسة ستا وحنا طلعين من واحد جيوش لاتا اربعة خمسة ستا وحنا طلعين لفوق معناش مشكل وبالنسبة للصفر فاش كان هدروع للأعداد السلبية او للأعداد النيجاتيف هنا كان هدروع لمنصفر ناقص واحد ناقص اثنان ناقص ثلاثة ناقص اربعة ناقص خمسة ناقص ستا وحنا عبتين اذا كما قلنا اي عدد اصغر من الصفر كيتسمى ناقص 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 واي عدد اكبر من الصفر كيتسمى ناقص 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 وباش كيمتاز الاعداد اللي هم ناقص النوم كيكون جنون قدامهم لايشارة ناقص فانما كان لقاوا شي عدد قدامه لايشارة ناقص كان قلوق لذاك الاعداد 6 ناقص alot نيجاتيف مزيد دابوا واحدة قضية مثلا فاش نقولوا نقارن الأعداد اللي هم أصغر من السفر هاد الأعداد اللي كتكون فيهم ناقص فاش نبغل نقارنهم مثلا نقولوا ناقص واحد مع ناقص ثمانية شكل كبير دائما في الأعداد اللي كيكونوا أصغر من السفر أو بالأحرى لأعداد نيجاتيف بمعنى للنوم نيجاتيف لهم الأعداد السلبية دائما الأكبر فيهم هو اللي كيكون قريب السفر بمعنى من السفر 40 جيدا أقصcja 40 جيدا علىная 40 جيدا 40 جيدا على الأخرى 41 جيدا على نقص 40 جيداо 40 جيدا Bare 80 جيدا 64 جيداis 60 جيدا 77 جيدا 60 جيدا 70 جيدا 40 جيدا أكبر لكن العدد اللي كيكون صغير هو اللي كيكون كبير وبالنسبة واحد لقاعدة أخرى كتبلك باللي دائما العدد الموجب كيكون أكبر من العدد السالي العدد الموجب كيسم ما بغي يكون كيكون أكبر من الأعداد اللي هوما أصغر من السافر مثلا إلا قلنا مثلا واحد و مثلا 88 ناقص 88 هنا شنو عندنا عدد موجب لواء نامبغ وهنا عندنا عدد لواء سالب لواء نامبغ نيغاتيف هنا إلا بغينا نجير مقارنة بينتهم دائما كنشوفوا العدد الموجب هو اللي كيكون أكبر من زيان تبا واحدة قاعدة أخرى بالنسبة لأعداد أي عدد كيف ما بغي يكون متلا ملكا نقوله مثلا خمسة متلا فاشكا نقوله خمسة متلا فاشكا نقوله لعدد خمسة كنشوفوا الإشارة ديالو كيفاش ديره هاد العدد هاد دائما لأعداد الموجبه ما كنديروش قدامهم زائدة وآثارة كتكون قدامهم زائي علاش حتكا نقوله أعداد اليوم موجبه واجه ما كنديروش قدامهم مزيان إذن كيمتاز بالإشارة ديالو أي عدد كيمتاز بالإشارة ديالو وكيمتاز بالمسافة اللي بينه وبين الصفر شحر باش كيبعده على صفر متلا فاشكا نقوله لنا يا خمسة شحر كتساوي كتساوي خمسة ناقص صفر دائما هاد الديستانس هاجي دائما كنحسبو هاد الديستانس هاجي غا حنا فاش كنكتبو عدد ما كنكتبوش هاد الكتاب هاجي دائما أي عدد كنكتبوه را كنكتبوه هادي هاكا قاعدة ما غدتتروف إمتحل ما غدتتروفوه ولكن عندكم في قاعدة كيقولك باللي عدد كيمتاز بالإشارة ديالو وكيمتاز بالمسافة اللي كتفصله مع صفر متلا عودتين فاش كنقوله ناقص اثنان واحد العدد اللي هو سالب اللي كي يساوي المسافة اللي كتفصله بصفر ها هو ناقص اثنان فين عندنا وهالصفر هنا هاد هاد المسافة هاجي هاجي شنو كنقوله كنقوله هاد المسافة كتساوي ناقص اثنان ناقص صفر ها هي ناقص اثنان ناقص صفر اذا هاد ناقص اثنان ناقص صفر كتساوي ناقص اثنان ما كنكتبوش هاد الكتاب هاجي ها باش تعرفو كيفاش أنه كيتكتبو الأعداد ولكن لا نكتبها لن نكتب الأعداد كما هكذا بالنسبة اللي لقيته في الدرس هذا القديم يجب أن يكون لديه أخرى فإن يكون لديك جوج أعداد عندهم نفس المسافة مع صفر عندهم نفس المسافة مع صفر مثلا إلا شدينا 2 عندهم هذا المسافة مع صفر تساوي المسافة بين صفر و ناقص 2 إلا كانوا لدينا جوج أعداد اللي عندهم نفس المسافة مع صفر و عندهم إشارة مختلفة إذن كان نقول لديك الأعداد 100 opposite كان نقول لديك الأعداد مثلا هنا 2 مع ناقص 2 100 opposite حيث علاج حيث عندهم إشارة مختلفة و عندهم نفس المسافة مع صفر مثلا نعود دينا إلا خدينا 4 و ناقص 4 هيا 4 هيا هنا هيا 4 هيا نحط هنا هيا ناقص 4 وهنا ستكون لدينا 4 هيا نحط هنا إذا نرى المسافة مع صفر هيا عندهم نفس المسافة عندهم نفس المسافة و عندهم إشارة مختلفة هنا هاد 4 positive وهاد ناقص 4 negative إذا هنا سنقول لديك الأعداد ها هي الأعداد هاد هيا ستكون هناك فيما في الثالث من المسافة لديك الأعداد لسيء لنضغط احسن فلنضغط واحد دقة دية أخرى إلا نضغط لجامع و الطرح ديال الأعداد غلاتيف ديال النوم بغلاتيف لنضغط ديال النوم بغلاتيف بمعناء الجامع و الطرح ديال الأعداد النسبيات ناقص ثلاثة ناقص أربعة ناقص ثلاثة ناقص أربعة هذا عدد سلبي وهذا عدد سلبي كيفاش نحسبوها بحالة كيلة تحطط لك في الامتحان كما أكا را نحسبوها بهذه القاعدة يجي عقلوا عليهم عندنا ناقص A ناقص B تساوي شنو كنديرو إلا عندنا جوج أعداد عندهم نفس الإشارة الجوج أعداد عندهم نفس الإشارة شنو كنديرو الجوج أعداد عندهم نفس الإشارة ها هي كنديرو هذا ناقص وكنديرو A زائد B عقلوا عليها مثلا عندنا ناقص ثلاثة ناقص أربعة شنو كنديرو كتساوي كنديرو ناقص هالثلاثة زائد أربعة ناقص ثلاثة ناقص أربعة تساوي كنديرو هذا ناقص كنحلو قوس ثلاثة زائد أربعة اللي كتساوي ناقص سبعة هي كتساوي ناقص سبعة فهدي عقلو عليها مزين حيث غتحتاج واحدة في السنوات المقبلة إن شاء الله مثلا غتحطو قدامكم عمليات يقدر تكون عندك مثلا ناقص واحد العدد ناقص واحد العدد الأغلب يكي يخطؤ فيها لحد الآن في الثلثة إعداد يجيو في السنة كيام وفي كل شي لحد الآن كتحط قدامه كما يجيو مثلا كاللي كي يقول لك ناقص سلاة ناقص أربعة كي يحسبها شي حاجة أخرى لما يمرك تحسب هذه الطريقة هذي كنديره ناقص وكنحلو قوس وكنديره الجامعة دي لها الجوف عقلو عليها مزين وحاجة أخرى من اللي كي يكون عندنا الجامعة ديال إشارات مختلفة مثلا من اللي تكون عندنا مثلا ناقص خمسة زائد ثلاثة أنا كيفاش كنحسبوه هذي ناقص خمسة زائد ثلاثة ناقص خمسة كيفاش دير نيغاتيف وثلاثة كيفاش ديره بوزتيف إذان هنالك غن ديرو الجامعة ديالهم شنو غادي نديروا كناخدوا الكبير ناقص صغير هنا ما كيهمناش هناش كل Play譯ه ناقص وش كل عنده زائد هنا كنديرو الكبير ناقص صغير فهذا الحالها دي كنديرو الكبير ناقص صغير عقله ليم زيان الكبير ناقص صغير إذان غن ديرو هذه 5 ناقص ثلاثة خمسة ناقص ثلاثة شحال اللي هي اتنان كنكتبوها ونشد الإشارة للعدد الأكبر العدد الكبير هو خمسة إذا نشد الإشارة جاله حيث الإشارة جاله يكون ناقص إذا كنت تقوم بإثنان سوف ندروا مثل واحدة وخرى كما ذلك مثلا نقول ناقص أربعة ناقص أربعة زائد مثلا ثلاثة ناقص أربعة زائد ثلاثة ما سوف ندره؟ قلنا نشد الكبير ناقص صغير دائما فإن تكون لديك إشارة مختلفة نشد الكبير ناقص صغير ونحن ندره دائما فوتت fishing دائما ن имеزل كبير ناقص صغير وحين تقول لديك إن تكون لديك إشارة مختلفة عندنا ناقص أربعة زائد ثلاثة نشد الكبير ناقص صغير له وراء أن أربعة ناقص صغير وحين تلك الإشارة جالهية العدد الأكبر حين سắm الادلان هي ناقص سنتطيع جالهين نظروا مثال آخر مثلا أربعة ناقص اثنان هذا ما هو تساوي كامل كنعرف أبل لده ولكن سوف نجد هذا نشد الكبير ناقص صغير إذا أربعة ناقص اثنان ولكنه نشد الإشارة الإشارة العدد الأكبر الإشارة العدد الأكبر هي الإشارة الأربعة إذن كنتبقى على زائد إذا كنت تبقى عنا إثنان أي عدد فشكي يكون عنا الجامع أو للطرح لأن دولة الطريقة هذي ملكتكونا عنا إشارة مختلفة عود تاني غنشوفوشي مثال وحدة أخر ماتام لكتكونا عنا مثلا ناقص ستة زائد ثلاثة ناقص ستة زائد ثلاثة هادش ما تغلطوش في راه هادش اللي هنتكون في الإمتحان ناقص ستة زائد ثلاثة شنو غادي ندارو غنشدو العدد الأكبر غننقسم منه العدد الصغير غنشدو داك العدد الكبير غنقسم منه العدد الصغير إذن العدد الكبير عناه هو ستة وغنقسم منه ثلاثة إذن كنت تسوي ثلاثة و Państwo نشدو الإشارة لعدد الأكبر الإشارة لعدد الأكبر وهي ناقص ههي كنا نكتبها هنا دبابي هي الطريقة باش كنحسبوه إلا عندنا زائد وناقص في شي عملي واللي عندنا فقط ناقص إلا عندنا ناقص واحد لعداد ناقص واحد لعداد هاية ناقص عدد ناقص عدد ليس نجمعه إلى ناقص على وراء وند muchísين الأعددة نجمعه وندسات الهم ننقص 3-4 نخرج ناقص وجمعنا الجمع دائما يكون هناك ناقص ونقص وليس عندها تكون لدينا إشارة مختلفة قلنا نضيف الكبير ناقص الصغير نضيف الكبير ناقص الصغير ونضيف الإشارة هذا العدد الذي هو كبير لنفعه في هذا الأعشر نرى ملتيبليكاسيان دالنوبغ غولاتيف دال أعداد الجداء دال أعداد الجدرية نرى الجمع و نرى الطرح نرى الضرب هذه الضرب يجب عليكم تردد لها البال مثلا سيكون لدينا عدد ناقص اثنان ضرب ناقص ثلاثة هنا كنهضر على الضرب هنا كنهضر على الضرب النوع الماضي هم نقص الضرب لأنه يعدد سيكون نقص في الضرب هنا كنهضر على الضرب يستخدم دينا نرى الجدرية إن كنهضر على الضرب نرى الطقل و نرى الجمع وانتنهف نرى أن نرى الضرب الأمضاء نرى أن يجب عليّ الأمضاء أنهضر مختلفة جدئا في الضرب دب الضرب شنو كنديره فالضرب كنديرو لإشارة ضرب لإشارة كنديرو لإشارة ضرب لإشارة وعقلي ولئهاد لقاعدة مزينين كتبوا عندكم تلونها في الدفتار عندك ملكا يكون عندك ناقص ضرب ناقص ساوي زائد ها هو وعندما ملكا يكون عندنا ناقص ضرب زائد ركتساوي ناقص عقليل ناقص ضرب ناقص كي يسوي زائد وناقص ضرب زائد كي يسوي ناقص هذا الشيء اللي هنشوفه ده بعد هادي اللي هنجل هنا هي هادي إذن كنجل الإشارة ضرب الإشارة ناقص ضرب ناقص حل كي يسوي كي يسوي زائد هايا كنجل هنا زائد إذن 2 ضرب 3 اللي هي 6 زائد 6 اللي هي 6 بلما نكتب واقدك زائد إذن هنا قلنا ناقص ضرب ناقص قطعتنا زائد وكنجل العدد ضرب عدد إثنان ضرب ثلاثةopic ملابğ إذا بغم نفض وحيد اخر مذيبًا لدينا 26 مهدًا لدينا 33 مهدًا لدينا 35 صحصًا 26 SARA 3 الاشارة ديل اربعاية مجابق انا عدتكون زائد لا مقن نكتبه ايدي هنا ندري الاشارة ضارب الاشارة اول اول هنا عدنا ناقص ضارب زائد شنو قلنا ناقص ضارب زائد كتعدا انا ناقص ايه ناقص ضارب زائد كتعدا انا ناقص ايه كنا نكتبه انا ناقص و 3 ضارب اربعا اللي عدتسوي 12 اذا عدتسوي ناقص 12 هندري واحد متلة واحدة اخر باش تعقلوا لهstofft زيان. اذا غنديرو اه مثلا ناقص خمسة ضارب ثلاثة. شنو كنديرو? عندنا ناقص ضارب زائد. يعني كان الطربة. هو الطربة ما كنا ندرش. هذه ما كتسماش اشارة. الضربة ما كيتسماش الاشارة. الاشارة كيكون زائد و ناقص فقط. بمعنى نابغ بوزيتيف اولا نابغ نيجاتيف. ما كيف كان عند الضرب كي تسمعنا باللغه العربية اللي هو جدا. هناشنو عدي نديرو? هنشارة ضارب الاشارة. ناقص ضارب زائد. حيث داتة كنت عندها ناقص. رغن دليونا ناقص هنا في القدام. اذا عندها زائد. وكان حتى ما كنت اكتبوش هاد زائد قلنا في الاعداد الموجبه. المهمة بينا بلاها زائد. ناقص ضارب زائد ليه ناقص هي خمسة ضارب ثلاثة ليه خمسة عشر اذا ناقص خمسة عشر. وشنو هنجروا باقي اه اه انا اتمنى انه يكون واضح هنجروا شي متال اخر المثال المهم هنجروا اثنان ضارب ناقص خمسة اللطحت لكم شي شي متال كما اتقام اثنان ضارب ناقص خمسة شنو عندنا انا اثنان لإشارة جلايا زائد وخامك تبناش زائد والإشارة جلايا خمسة يناقص اذا زائد ضارب ناقص ليه ناقص هي ناقص اثنان ضارب خمسة اللي هي عشرة اذا كنت تفعل ناقص عشرة او الثاني ستكون عندنا مثلا ناقص ثلاثة ضارب ناقص اثنان هيا عندنا احنا ضارب هنا ده بقنا هدروا على الجداء ما يمشي شي واحد يكون عنده الجداء ويقول يلا راجلت لنا هالتريقة باش كنحسبو دي العاج اهنا عندنا لجمع والطرح لجمع والطرح اهنا ده بقنا هدروا على الجداء هوا الترب هوا الترب هوا الترب هوا الترب احنا في الضرب كندروا الإشارة الى إشارة داريب الى إشارة، اهنا ناقص ثلاثة ضارب ناقص اثنان كنشتوها تناقص كندر بها فيه تناقص كندع تينا زائد ثلاثة ضرب اثنان ليه ستة اذا زائد ستة ريالي كتسوي ستة كما قلنا العشارة ديال زائد ريالا ما كنا نكتبوهاش صافي كانت تمنى انه وتكون عجبتكم هاد الحصة هادي وبنسبة لي عندو شي سؤال يخلي ليه في التعليق او لا يصف طول ليه في ميساج او للي عندو شي مشكل يكتبو ليه في التعليق وان رغان جاوب ليه عليه وان شاء الله رغان بقال لحكم دروس كما قا اي درس هتدير رغان لحلكم وبنسبة ليه في التعليق اي ديرها الرغان ب rework كن المؤسسات الذى يعطبوها هو الثاني ساعتبوها هو الثاني كنش الثاني ساعتفو الله كنتم لن توقفوه الشقي Beb اخر جل تانية اعدادي الرياضيات اللي هو لنبغ غاسيونال لاعداد الجهد الرياضي. كنتمنى انكم تفهموا هادش اللي درتابوا وان شاء الله كما قلتكم لو عندي شو سؤال اخلي اللي في التعليق وشكرا لكم معكم الاستاذ ايتبو رحيم يوسف وكنتمنى لكم حتى موفق ان شاء الله موسيقى